إنه الإصابات أو الإصابات الخاصة بفيروس كورونا مع إصابات اللاعبين ربما عاملة حالة من الألأ ما قد طبعا إلى جانب غياب اللاعبين الدوليين عن الأهل اللي هما بيلعبوا مع منتخب مصر تحديدا النحية التانية ربما اللي بيعمل شوية تكافؤ إنه فيه 3 أو 4 لعبين من منتخب المكسيك هما من منتري فهيخلصوا ما تشوم كمان كم ساعة كده هيلعبوا النهاردة الفجر فهيروحوا بعدها طبعا هاي سافروا قبل اللاعبة يعني هم سافرين قبل الماتش بعكس لعيبة الأهل اللي مع منتخب مصر لكن مع السفر من هنا لهنا للإمارات يعني من قارة إلى قارة فده ممكن يبعدهم لكن تبقى في النهاية هي مواجهة ما بين الأهلي ومنتري وأي لعب في الأهلي الأهلي استغرق سنوات حوالي 5 سنوات سابقة بيبني الفريق اللي وصل للشكل ده فيه ظروف اتحطت في الطريق زي تعارضها مع كأس الأمم الأفريقية إصابات من الكورونا دي كلها بتبقى عثرات لكن في النهاية يبقى ده لاعب أهلي يبقى ده لاعب أهلي وده فريق الأهلي موقف المصابين اللي موجودين هناك في الإمارات مع بعثة الأهلي تعاونوا استعرضوا مع بعض إنه ربما في بعض الأخبار السارة وبعض الأخبار اللي بيسعى الأهلي إلى جعلها سارة على مستوى المصابين لو هيتكلم على بدر بنون فموجود مع الفريق لكن طبعا مش هيبقى جاهز يعني بدر بنون يعني مش موجود في القايمة محمد محمود شارك أمس والنهاردة في التدريبات وأصبح جاهزا في محاولات لتجهيز حسام حسن بشكل يومي ومكسف لكن مش مؤكد حتى الآن أن يلحق بمواجهة منتري لكن بيرسيتاو هو خارج المباراة وخارج البطولة إنما موجود مع الأهلي لمواصلة التأهيل في العضلة الأمامية على هامش المنديال بدر بنون هو خارج المنديال واخد راحة من الجهاز الطبي بسبب مضاعفات كورونا الجهاز الطبي بيأمل في أن يعود بدر بنون بعد أسبوعين من الآن بعد غيابه قرابة الشهر الفترة الماضية لكن لسه ما تحددش بشكل كامل موعد العودة النهائي لقلب الدفاع المغربي